أهلاً وسهلاً بحضراتكم في السادة الأهل هو ده قدر الكبير يطلع من بطولة يدخل على التانية يكسب لقب يحلم باللي بعده يفوز من بطولة يخطط لغيرها يصعد لمنصة التتويج تلاقيه مش عايز ينزل من عليها وكل ده ممكن تلخصه في كلمة واحدة واسم واحد هو الأهل بطل أفريقيا الأول وأعظم نادي في القرة الأهل الأفريقي العالمي بيبدأ مشوار جديد في المجموعات بدور الأبطال وعينه على اللقب رقم 13 بعد الفوز ب12 بطولة تاريخية النهاردة الأهل بيلعب أول ماتش في دور المجموعات في نسخة جديدة في ذكرى بطولة الأضية وما أدراك ما الأضية الأضية اللي فرحتنا في يوم عمرنا ما ننساه وهيفضل عايش معانا دي اللحظة اللي وقفت فيها مصر كلها على رجل واحدة والكرة رايحة بتزغرت في شباك الزمالك وفي شباك أبو جبل علشان تقولها بكل وضوح أن الأهل هو ملك الكرة جو الأفشة اللي رأسنا وغنينا معاه بأعلى صوت أنا الأهل اللي كانوا الحاضر أنا الإسم اللي هزك بال وهيفضل بإذن الله مصنع الأبطال النهاردة إن شاء الله هنكون مع حضراتكم في أستاذ الأهل وأول مباراة في دور المجموعات الأهل أمام أستاذ أبي جان بطل كودفور مباراة مهمة جدا ودايما بداية المباراة أو دور المجموعات بتكون البداية مهمة جدا كل التوفيق لعب الناد الأهل هيكون ضيوف النهاردة في الأستوديو التحليل نجم الأهل السابق كابتن هاني رمزي ونجم الأهل السابق كابتن عماد النحاس ومحل القناة الأهل الأستاذ أيمن جلبرتو هيكونوا معايا بعد قليل والتحليل الفني لمباراة الأهل أمام أستاذ أبي جان لكن النهاردة وإحنا بنتكلم وعندنا ذكرى مهمة جدا بكرة ذكرى مباراة الأضياء أو زي ما قالوا مباراة القرن الأفريقي فاكرين المباراة دي كلها يعني فاكرينها بكل تفاصيلها أنا واحد الحمد لله يعني لعبت في النادي الأهلي قبل كده وأخذت بطولة دوري أبطال أفريقيا تلات مرات مع النادي الأهلي في 2005 وفي 2006 و2008 2005 بالرغم أن أنا أحرزت هدف في المباراة النهائية أو مباراة التتويج وكابتن الفريق لكن لما تيجي تسألني عن البطولة الأغلى البطولة الحلوة البطولة اللي عمري ما نسيها أقول لك بطولة 2020 بطولة القضية ممكن هدف محمد مجد أفشا دي المباراة اللي كل جماهير النادي الأهلي وكل لعبة النادي الأهلي السابقين عمرهم ما ينسي المباراة دي كانت مباراة حلوة مباراة أمام يعني المنافس التقليدي للنادي الأهلي هو نادي الزمالك علشان كده كان المباراة لها أهمية هحكي لحضراتكو تفاصيل لأول مرة هقولها لحضراتكو على شاشة قناة الأهلي اليوم ده اليوم ده كابتن محمود الخطيب وإحنا عارفين قبلها خسرنا بطولة أفريقيا في 2017 أمام الترجي وعارفين وقتها الأحداث اللي حصلت كان عندنا فريق وكان لسه النادي الأهلي يعني وصل للمباراة الختمية وكانت فيه تونس وحصل أحداث سينك كانت صعبة على عدة النادي الأهلي وخسرنا اللقب ده وقعد بعدها النادي الأهلي علشان يبني فريق ويكون تيم علشان الهدف الأغلى والهدف الأسمى هو بطول الدورة طال أفريقيا اللي غابت عن النادي الأهلي من 2013 ل2020